لو أنت أمينة بغداد ماذا ستفعل؟ أمينة بغداد أسوي هواي أشياء مثلي أشياء تغيرين الأشكال موظفين يعني أنا أريد أبلش بنت تحتية لازم تتعمر بشكل صح ذكر أنت أمينة بغداد لازم تلبس ثوب جديد مثلا ليش ثوب جديد؟ يعني يكون مثلا شوارع مهملة به طسات أبنية ممكن أجددها أغلتها أحب الورد الزراعة الخضار تكون جسور شكو صبات تكون كاريتية إذن يعني هو ثوب جديد بالمعنى يعني مجازي هو إذا فهي شيء صح طبعا لازم هذا يكون موجود رح تخلي نفس الموظفين نفس المدراء العامي لا لا أنا أول شيء الطيقة إما أوزحها شون بطاقة التموينية تكون موجودة بكل بيت يا ويلكم يا سواد ليلكم بالأسماء وبأرقام السيارة وكذا إذا إجانا الشخص حتى لا كان بس شيء للتخويف أحلو الإنسان يكون عنده خوف الخوف مرات إلي علاقة بالإحترام حلو أنا مع التخويف شوية أنه كلها غرامات ومحبس إذا كم قانونية وحبس وما عندي مشكلة أي شيء اللي يذب ورقايا بالشارع حلو أي طبعا لو أنت رئيس الدولة وعندك مطلق الصلاحيات هو والسؤال صعب على كيف تشوه طبعا منصب كبير ورح تختارين وزراء الحماية نساء تخليهم أقدر أنا أحكي بأي شيء وين تلتقون يعني الاجتماع ماكي بمول المنصور الحارثي زين شو رح تسوي شوف أنا ما قدر أسوي على هذا اللي موجود أنا أعتز بكل شبر بلدي صراحة ولكن أنا جمانة كريم إذا صرت رئيسة أنا أنسف أنسف للترب يعني شو نسو يعني العراق أهد أسويقا أبلش به من البنى التحتية وأجيب ناس وكوادر وكفاءات تقوم البلد بشكل صحيح حتى ننهض بشكل صحيح يعني أنا ما أقدر اليوم بس متحفظين على أزكة بغداد أكون معالم تراثي نحفظ عليها التراث موجود ونعزز وجوده أماكن السياحية إحنا تقريبا عندنا شوية أكثر الأماكن السياحية تعبت يعني عندنا مثلا رح جدديها تتجدد أكيد ولازم نرتقي إحنا بالمستوى المطلوب نعمر نسوي شيء فأنت اليوم لا تقدر بعض الأمور تعمرها أو ثابتة فأنت يراد لك شيء من الأساس وأنا أحب دائما الشغل يكون من البنى التحتية وانت صاعد هذا رأيي زيان بعدنا فقرة لو أنت لو أنت وزيرة مرأة ما ستقدمين للمرأة العراقية المرأة العراقية ما ستفعل ستفعل برامج أول شيء أسوي لهم جمعيات لتطوير المهارات حلو المرأة العراقية داما مهتمة يا بتربية أولادها يا طبخ يا ترضي زوجها يا ترضي عيالها أهلها لا خلاص 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 نطلع من هذه القوقعة زيان أول شيء أبدي من العمر الصغير بالمرأة يمنع منع باتن من كافة الفئات أو نحن نظام العشائر والناس المتحضرين المدنيين زواج القاصرات يمنع منع باتن وأول قرار أشرعه أنه ممنوع أي بنت تتزوج تحت الـ 25 سنة ليس تحت الـ 18 ليس تحت الـ 18 لأن البنة حتى بسن الـ 18 هي باعتها مبالغة البنة تحت الـ 25 غلط زيانا دقيقة 25 سنة نطيها وقت تكمل دراستها تجرب الحياة هذا مقترح لكن ليس بـ 25 سنة نخطبت بينما اقتنع خطيبها خمس سنوات يالا الزوجة وقرر زواج بالـ 35 قالت وين نعرف أبي أفتح لا أمو الحنوسة لا أنا مع تطور المرأة المرأة إذا كان إذا بلدها استقبلها وعرف في شون يشتغل عليها وعلى مهاراتها أصلا مرح تكون محتاجة للزوج حل